دعوات أمريكية تعالت في الكونغرس تطالب الإدارة الأمريكية بوقف تمويل الأجهزة الأمنية في العراق بعد تقرير جديد كشفت عنه وزارة الدفاع الأمريكي البنتاجون تحدثت به وللمرة الأولى عن أن الميليشيات الإيرانية المناهضة للولايات المتحدة في العراق لديها نفوذ واسع داخل الأجهزة الأمنية وتستفيد من أموال دفعي الضرائب الأمريكيين منذ فترة طويلة المفتش العام للبنتاجون أبلغ الكونغرس في تقريره عن العملية العسكرية الأمريكية في المنطقة أكد في أن إيران والميليشيات المتحالفة معها لا تزال تتمتع بعلاقات قوية مع ناصر قوات الأمن في العراق ولسيما قوات الشرطة والطوارئ بإشراف من وزارة الداخلية الحالية فضلا عن الفرقتين الخامسة والثامنة في الجيش الحالي وهي الوحدات التي يعتقد أنها تتمتع بأكبر نفوذ إيراني وعلى الرغم من أن نفوذ إيران كان سرا مكشوفا لعقود من الزمان إلا أن وزارة الدفاع الأمريكية سمرت في توفير التمويل لوزارة الداخلية الحالية في العراق والتي تم دمج ميليشيا بدر في البلاد داخلها وهي ميليشيات أنشأتها إيران وتم سيعابها داخل الأجهزة الأمنية في العراق بعد الغزو الأمريكي للبلاد في 2003 وتتهمها واشنطن بالمسؤولية عن الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد ولطالما كان الوجود البارز لميليشيا بدر في قوات الأمن في العراق مزر قلق للصقور في الكونغرس لكن أول اعتراف علني من البنتاجون بسلطتهم هو تجهيد الدعوات لإدارة جو بايدن بقطع الأموال عن وزارة الداخلية الحالية في العراق وتصييف ميليشيا بدر ضمن لائحة الإرهاب بسبب علاقتها مع ميليشيا الحرس الثوري الإيراني ووفقا لمسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين فأن التقرير يمثل أول اعتراف رسمي بأن إيران متوغلة في قطاعات كبيرة من الأجهزة الأمنية في العراق يضاف هذا إلى توغل إيراني آخر في قطاعات أخرى تسيطر عليها إيران عبر أذرعها في العراق من الميليشيات والأحزاب